حضراتكم مبارح خبر مهم جدا فيما يخص طلب رئيس نادي الزمالك السيد مرتضى منصور من البتاع ده جهاز المركز المحاسبات بلجنة ان هي تيجي تفتش على اعمال نادي الزمالك وان اي مخالفات تبقى موجودة يتم تحويلها فورا للنائب العام للجان السابقة ده خبر كمنتشر جدا اه مبارح وده طالع من نادي الزمالك النهاردة بقى دكتور حسين السيمري اه عضو اللجنة المعينة المؤقتة لتسييري الاعمال هو عضو كل اللجان الحقيقي يعني لانه الدكتور حسين السيمري هو الوحيد اه اللي كان عامل مشترك في كل اللجان اللي تم اه تعينها من دي وان من اول لجنة البكري المستشاري البكري الله رحمه مرورا بيه لجنة اللي هو عماد عبدالعزيز نهاية بيه لجنة الكابتن حسين لبيب فكان الدكتور حسين السيمري هو العضو الوحيد اللي موجود فيه التلات اه لجان طلع رد على الخبر دوت وقالك ده اجراء روتيني بتعمل طبقا للليحة المالية للهيئات ولا يستدعي كل البروباجندة اللي تعملت دي قالك ده اللجان ديت او الناس بتعمل دورها المعتاد حيث يتم تجميع الهيئات رياضية قبل الجمعيات العمومية لمراجعة الميزانيات للسنة المالية المنصارمة من 1-7-2020 لـ 30-6-2021 قالك عادة اللي بينزل بيبقى يا اما مراجع واحد او اتنين ومش لجنة بمعنى اللي جان التفتشية اللي فتشت على النادي السابقا بما يعني ان المجلس العائد له منها خمس شهور لغاية 30-11-2020 ولجنة عماد ست شهور من 1-12 لـ 23-5-2021 ولجنة لبيب شهر واحد اللي هو شهر يونيو 2021 يعني كله هيتراجع ده كلام السمري بالمناسبة وسيتم ذلك ايضا من قبل مدرية الشباب الرياضة بالجيزة واعتقد ده في صالح اللجنتين تماما لبيان الحقائق ما قبل توليهم المسئولية وليس العكس يعني هو عاوز يقول ان الخبر اللي اتعمل امبارح وتعمل عليه هالة وبروباجندة جامدة جدا ده اجراء اوتيني بيتم بشكل عادي وبشكل طبيعي كل سنة وبيبقى واحد او اتنين وما بتبقاش لجنة بالمفهوم وبيبقى فيه كمان اه اه ناس من مدرية الشباب ورياضة على الجانب الاخر اه كانت اللجنة بتاعت اه كابتن حسين لبيب اه الفترة اللي فاتت طلعت واتكلموا اه اكتر من مرة انه هما عندهم النية في انهم يعملوا مؤتمر صحفي يردوا فيه على كل التصريحات اللي بيقولها رئيس نادي الزمالك الحالي السيد مرتضى منصور بشأنهم او بشأن المدة بتاعة اه حكمهم وابارتهم لنادي الزمالك لانه طبعا يعني كان اه انتقادهم في عدد كبير جدا من التصرفات وعملهم مسئولية عدد كبير جدا من الاخفاقات وراء الاخر فالناس قالت لك احنا معنا دلائل بالمستندات لانه كانوا موجودين في مقام المستندات بالتأكيد يعني لرد على كل البتاعته فقام طلع السيد مرتضى منصور قال لهم خلاص انا بدعوكم تيجو نزمالك في المكتب عندي ونعمل مؤتمر صحفي تقولوا وانا ارد ايه ارد عليكم في الكلام اللي انتو هتقولوا ده كان اخر حاجة يعني فين في القصة دي